السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه رب ده يا من تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا نساش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل ده كله نصالح سيدنا محمد اللهم صالح على سيدنا محمد خبرنا النهاردة بيتكلم عن خناء نبين مؤسرتين جزائريتين كانوا اصحاب جدا 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 وفجأة في المهرجين اللي كانوا عاملينه في السطيف كان لمركات معينة وبعدين اتخنقوا وكانت سلمة وليلة اللي هم صحاب اللي راحت حضرت فرحها وقفت معها كتير جدا والاسف شديد ناس كتير جدا زعلت من سلمة وقالوا ان هي وقفت معها وان هي كلامها اللي كان غلط مع صديقة عمرها وان هي قالوا بعد كده ما حدش يقامل لحد لانه اتكلمت قدام الناس بشكل غير لائق خالص والناس بدأت تتفرج عليهم من الجمهور وده مش كلام حد واحد لكن اكتر من حد وعملوا الاتنين بلوك البعض وكمان المؤسرات الاخرى فيه مؤسرات كتير ويفوا في صف ليلة وعملوا بلوك بردك لسلمة وزعلوا منها وقالوا مش اكبر انجازك في الحياة ان انت تجوزت هي دي اكبر انجازاتك اللي انت عملتها وده الكلام اللي قالته بشرة انهارت ليلة جدا انهيار تام من كلام سلمة ويقال انه سلمة عايزة تاخد زوجها وتروح تصالح ليلة ولكن ليلة قالت ان الارزاء بيد ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن ان احنا هنقطع بعضنا على احدى المركات يعني ان احنا مين هيشتغل ومين مش هيشتغل وانها تتكلم بهذا الاسلوب مع صديقة عمرها اللي وقفت معها في عرصها كأنها اختها تقول محدش يقامل لحد ومحدش يحكي اسراء لحد في يوم وليلة بتتبدل احوال من بعد ما بنبقى اصحاب قوي قوي لما الفلوس والشغل بيخش في الموضوع فاحنا بنخسر بعض جدا 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 فمتأمنش لحد وما تحكيش سر لك لحد عشان ما يبضحكش قدام الناس المؤسرات بس مش كتير وقفوا مع سلمة لكن الاكتر بصراحة اكتر المؤسرات المعروفين كمان هم اللي وقفوا مع ليلة وشايفين ان سلمة هي الغلطانة حتى بعض الناس العادية طلعت وتكلمت عن الموضوع وقالوا انه انت متأمنش لحد ان انت بتشوف الوجه البريء على سوشيال ميديا ولكن مش هو ده الوجه الموجود في الحقيقة لان احنا شفنا بانينا اللي حصل ما بينهم تحي الاحوال يا رب العالمين وعايز اعرف رأي حضرتكم في الحصل ما بينهم وشوفكم على خير يارا في فيديو جديد وخبر جديد واتمنى لكم كل استعادة والتوفيق من كل قلبي يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته